الاسماعيلي اللي بيشارك الالف في هذه البطولة هيلاعب القطن الكاميروني والاسم اللي هتسمعوه الاول بيلعب مباراة الزهاب في ملعبه الافريقية التونسية هيلاعب الهلال السوداني الوداد المغربية هيلاعب جارف داكار السنغالي مازنبل كونغولي هيلاعب زيسكو يونيتد الزامبي وشبيبة الثورة الجزائرة هيلاعب التحاط طانجا المغربي اورلاندو بيرتس الجنوب الافريقي بيلعب افريقيا ستارز الناميبي النصر الليبي هيلاعب الحرية الغيني النادي القسنطيني الجزائري بيلعب فايبرز الاوغاندي بيستضيف سانداونز الجنوب الافريقي نيكانر الديفلز الزامبي بيستضيف سيمبا التنزاني وجورمايا الكيني بيستضيف لوب ستارز الناجيري فيتا كلاب الكنغولي وصيف الكونفدرالية بيلعب مع بانتو باطل لسوتو والملعب المالي بيستضيف اسك ميموزا الافواري واخيرا اوثو دويو الكنغولي بيستضيف بلاتينيام الزنباوي يعني في اسامي طبعا التراج التونسي حامل اللقب دخل مباشرة على دور المجموعات هو الوحيد اللي اعفي من المشاركة في دور المجموعات وانتو شايفين الاسماعيلي من مصر هيلاعب القطن الكاميروني والاسماعيلي عنده مواجهة مسافر للمغرب علشان يواجه الرجاء في البطولة العربية لكن كمان عنده مشاكل في البطولة المحلية نتمنى للاسماعيلي ان شاء الله يستفيق منها ويستعيد اوضاعه سريعا ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر